بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا ومحمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى لتيشوف هذا الفيديو يكون بخير على خير وصحة جيدة نشكر المتابعين القدام جدد والناس اللي تحقوا بهذه القناة إن شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غياء تكونوا ملاحق ياربي يحفظكم وينجيكم ويعطيكم السؤال ديلكم في كل الأمور اليوم غني نحطوا واحد صغة دي المفتاح مع كأس الماء وأوراق الغار أو أوراق الصدر اللي عندهم أوراق الغار ياخدوا ورقة وحدة يطحنوها بيديهم أو أوراق الصدر انتم ما بالختيار اللي ما عندوش أوراق الصدر يدرو أوراق الغار يدرو ورقة وحدة ويقطعوها ويدروها في كأس الماء إذن النية ديالك أشنو بغيتي بغيتي تطردي النحس بغيتي تحيدي النحوسات بغيتي تحيدي العكس بغيتي تحيدي الطاقة السلبية اللي عندك في العتبة وما دخل احتحد العتبة عندك نفور عندك قلة المال عندك قلة الزواج ما تدخلوش الخطاب إلى العسبة سوقك خاوي دائما ما عندكش نصيب في الحظ أي حاجة فيها فرحة ما عندكش فيها حظ إذن الناس اللي بغين هات الصغة يديروها على حسب نية ديالهم أي نية غادي ديرو هات الوصفة الوصفة ديالنا دياليوم هي مفتاح الفرج أو مفتاح ببان المغلقة المال اللي تتذكر بوجك دائما عندك نفور من الناس دائما عندك العكس وعندك طاقة سلبياء لا مال لا عمل لا وظيفة إذن العمل أو إنسان تقلب على فرصة صفر أوراق بعد أحيان تكونوا الناس تقلبوا على فرص عمل في خارج البلاد تبغيوا أنهم يصوبوا أوراق أو يمشوا للصفارة باش ربي يفتع لهم فذلك المشي اللي غادي يمشيوا إذن غادي تديرها وغادي إن شاء الله يفتح لك ربي سبحانه وتعالى جميع البيبان ولكن تكوني على طهارة تكوني بالنية الخالصة لله تكوني ما تكدبيش في قول الله تعالى لأن صغر بني المائة بالمائة أول حاجة غادي ناخد هات الكأس الماء غادي نوضع فيه سبع ورقات دي الأوراق السيدر قلت لكم إلا ما عندكمش أوراق السيدر غا تحاولوا تحطوا ورق الغار وحدة تغسلوها بزيان وتقطعوها وديروها في كأس الماء غادي تأخذوا المفتاح ملسح غادي نحطوه في الدية ولكن قبل ما نحطوه في الدية باش نقرأ غادي نصلي ركعتين نصلي ركعتين لاستخارة الأمر بغيت ربي صخر لي أموري بغيت ربي يحنع لي بغيت ربي يفتح لي باب الخير بغيت ربي يزوجني عما قريب أو نصافر أو أنني بغيت رزق أي حاجة أو دراسة عندك دراسة أو امتحان غادي تدري هات الصغة ولكن بالنية الخالصة لله لأن الله هو اللي تعطي هو اللي تيقلع إلى حضرتي ملائكة الرحمن تعونك في الدعاء أو في تصغير الأمور إذن أحبابي النية الصادقة الطهرة لا في اللباس ولا في المكان تكوني في تلوط الليل وتحطي هاد الكأس بعدما حطي سفين مكون لما عندوش ما غايدير والو غايدير غير الماء لأن أوراق الغار تكميلة للوصفة باش تعطيك واحد طاقة إيجابية لأنها غادي تتخدمي واحد طاقة قرآنية طاقة ربانية أنها شحنتي الماء وعطيتيه واحد طاقة رحمانية إذن بعدما صليت على الحبيب مئة مرة وغادي إن شاء الله بحول الله وقوتي غادي نستغفر بهذا الصغر نستغفر بهذا الصغر وغادي نحط المفتاح في الديا غادي نحط المفتاح في الديا على نية أنني بغيت استخارة لأنه هذا غادي تحطيه ليلة كاملة في العنق ديالك تدري إما خيط أحمر ولا أبيض ولا سلسلة تكون عندك سلسلة تدري سلسلة إذن أول حاجة غادي تستغفري بهذا الصغر مئة مرة ونفتح في الدك وتنفتي على الماء استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه ونفت مئة مرة ونصلي على الحبيب مئة مرة وغالي نقرأ هذه الآية إن شاء الله لجلب الخيرات أي حاجة بغيتي بغيتي مال بغيتي زواج بغيتي عمل بغيتي تحييي طاقة سلبية بغيتي ترشيي العتبة ترشيي الغرفة ديالك ترشيي البيت ترشيي أي حاجة غالي يكون مفاتيح الفرج إذن هذه الآية من صورة نوح أعود بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناتا ويجعل لكم أنهارا نقرأها سبع مرات وغالي إن شاء الله نختم بآية من صورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينة سبع مرات وغالي نختم إن شاء الله بحول الله وقوته باسم الفتاح الرزاق الفتاح الرزاق الفتاح الرزاق مئة مرة غالي نحاول أنني نخدها الدعاء اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وإن كان في الأرض فخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فيسره وإن كان ميسرا فبارك لي فيه وإن كان ميسرا فبارك لي فيه إن شاء الله بعدما نقرأ الآية من صورة نوح الآية إن شاء الله لغادي إن شاء الله تفتح لكم ببن خير وتعطيكم طاقة إيجابية لا في المال ولا في الزواج ولا ترد عليكم النحس إن شاء الله أعود بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناتا ويجعل لكم أنهارا وأنا سنفت على هذا الكأس والمفتاح في الديا المفتاح في الديا إذن وأنا سنقرأ ونفت نقرأ ونفت على نية فتح النصيب في كل الأمور إما زواج وإما عمل وإما رزق وغتيل العتبة وإما أي حاجة وغادي إن شاء الله بحول الله وقوته نقرأ صورة الواقعة ونفت نحل كتاب الله ونقرأ صورة الواقعة كاملة وغادي نفت على الماء بنيت أنني بغيث هذا الرزق هو الزواج رزق والمال رزق وأي حاجة رزق وغادي ندير الدعاء إن شاء الله أعود بالله من الشيطان الرجيم اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وإن كان في الأرض فاخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره لي اللهم إن كان رزقي في الزواج فيسره لي وإن كان رزقي في المال فيسره لي وإن كان في الدراسة فيسره لي وإن كان في المال يسره لي وإن كان في أوراق متعسرة اللهم يسرها لي إذن غادي في آخر الدعاء غادي دهولي طلب ديالك وإن شاء الله غادي تديري بعد ما نفتي على هذا المفتاح نفتي عليه وغادي تدوزيه على الجسد ديالك كامل غادي تدوزيه على الجسد ديالك كامل لأنه اخدى طاقة وتشحن بالقرآن الكريم ستحاول أن تأخذ أي مبتاح عندكم إضافة تسليم الماء والملح وتدريه إن شاء الله بحول الله وقواته في إما خيط أحمر ولا أبيض ولا تدري أي سلسلة عندكم سلسلة تدريه في العنق ديالك تبيتيه ليلة كاملة والصباح سترشيب قليل من الريحة وتدريه في أي مندي الأبيض وتزيه معك في أي محفظة عندك تبدأ تحوله من من محفظة المحفظة تبدأ تحوله يبقى معك دائما أما الماء غادي تشرب منه سبع جغمات وترشي المكان اللي تتنامي فيه والغرفة ديالك والعتبة المرة اللي درتها على الفلوس أو المال ترشي البيت كامل الإبن إلا ما كانش عامل أو كان ما تشتغلش غادي يشرب منه ورشي الجسد دياله كامل ثلاث أيام يرشي الجسد دياله ويهز معه المفتاح يهز معه المفتاح بعدما يحلقوا في عنده ليلة كاملة لأنه أخذ طاقة القرآن من بعد غادي يدير لي بابيالي من يوم وهزوا معه محفظة دياله وعلى نيتكم ترزقون إذن بعدما قرنا هاد هاد الصغة الربانية لناجح المئة في المئة علش ما حطيتها غادي ربي يعطيك سؤل ديالك بالنية الحسنة لأن القرآن كله شفاء وكله دواء رشه العتبة هي اللولة في الليل مرة واحدة وغادي البنت تأخذ سبع شغمات وتبقى ترشي ثلاث أيام الغرفة ديالها باش تطرد النحس وتجيب الرزق ديالها وتمسح الوجه ديالها لابد هاد الماء تضيفي ليه ماء آخر ويبقى عندك تقدر يترشي حتى مدة أسبوع الغرفة ديالك لأنه بعد الأحيان النحس تطرده بعد الأحيان تكون نحس في البيت حاولي أنك تطرده بالقرآن الكريم والدوم على هذا الصغار دائما ولو مرة في شهر احتربي يعطيك سؤل ديالك ولكن عاجلا سبحان الله ربي غير يفتح لك باب الخير لأن الصور والآيات الآية اللي يعطيتكم رائعة من صورة نوح واستغفار مع صورة الواقعة هي كلها بركة صورة الواقعة مع الدعاء وندير تسخير إما مال وإما رزق وإما شخص معين بغيته اللهم سخر لي فلان ولي فلانا هلاش ما حطيتي هاتصغاء ربي غادي عونك ويعطيك سؤل ديالك في كل الأمور إذن أحبابي ما بقى لي من قل لكم إلا حاولوا أنكم ديروها بيقين وعلى طهارة والله المستعان على كل الأمور إذن أحبابي ما بقى لي من قل لكم إلا الله يعونكم ويسخر لكم ويعطيكم السؤول ديالكم ما تنسوش تخليوا لايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته